في العراق رحل إعدامات تعود للدوران ولا تهدأ لتحصد معها أرواح عراقيين جدد في ظل التشكيك المستمر من المنظمات الحقوقية والإنسانية بعدالة القضاء في البلاد فبعد أقل من أسبوعين على صدور أحكام بإعدام شخصين اثنين وقبلها تنفيذ الإعدام بستة وعشرين شخصا في حزيران الماضي ها هو مجلس القضاء يعلن صدور أحكام بالإعدام شنقا ضد ثلاثة معتقلين من محافظة صلاح الدين وفق المادة الرابعة إرهاب سيئة الصيت أكثر من تسعة عشر ألف معتقل في البلاد كما تكشف وكالة أسيشوتي بريس الأمريكية في تقرير لها يقبع هؤلاء خلف القضبان بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة فوشاة صغيرة من مخبر سري أو شخص ما بحسب تقرير الوكالة الأمريكية تكون كافية لإرسال أبرياء إلى حبل المشنقة وهو ما يؤكده أثير المكسوسي مدير استخبارات محافظة صلاح الدين هؤلاء المطلوبون هم شريحة من آلاف المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في العراق وتجري محاكماتهم في جلسات سريعة ومحاكمات فردية تتراوح مدتها بين عشرة إلى خمسة عشر دقيقة وثلث الحالة تنتهي بعقوبة الإعدام والتي نادرا ما يتم استدعاء الشهود فيها بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت يشير رئيس الجمهورية المخول بالتوقيع على أحكام الإعدام يشير في لقاء سابق من عام 2016 أن مجمل اعترافات المتهمين تنتزع بالإكرار لكن الإجراءات الأولية أشك فيها في هذه الإجراءات لأنه في شكاوى كثيرة مثلا عندنا ناس محكومين بالإعدام ثم أعيدت محاكمتهم طلعوا أبرياء كيف اعترف هؤلاء أو كيف أخذ الاعتراف منهم سؤال تقول منظمة العفو الدولية أنه يلخص حال قضاء يتبع لأجندات سياسية ثم تسارع الحكومة لإصدار أحكام إعدام بهدف التخلص من مشاكلها السياسية في مشهد يلخص العدالة المنقوسة في العراق اشتركوا في القناة